في ملف في هذا الملف ستطرق لكم الى يعني مجموعة من الدروس او مجموعة من النقاط يجب ان تدرسها او بالاحراء تنتبه لها بالشكل جيد يعني لن تجد هذا الفيديو في اي مكان وهذه النصائح لن تجدها في اي مكان اخواني اخواتي او في يعني كما قول لكم لن تجد اي شخص يقول لك هاتي الاشياء اخواني اخواتي اخواني اخواتي يجب ان تطرية لما تقوم بانشاء حساب جديد يعني لا تذهب مثلا مباشرة الى امازون او الى علي اكسبريس لتقوم بتحميل الفيديو اخواني اخواتي تنتظر حتى سبعة ايام او عشر ايام او اتناشر يوم افضل لان الحساب يكون جديد وهنا يكون مراقب بالشكل اكبر اخواني اخواتي لهذا انتظر لا تقوم بتحميل اي شيء في حساب جديد لما تقوم بفتح حساب جديد انتظر سبعة ايام حتى يصبح لديك حساب قليم جدا ربما حتى يعني في الايام الاولى يكون مراقب بعد دلك سبعة ايام شهر شهرين تفضل انتظارية قبل ان ترفع اي منتج عبر الامازون او عبر العالي اكس بريس في النصيحة الثانية اخواني اخواتي يجب ان تتبع هذه الاشياء بشكل جيد هذه النقاط اخواني اخواتي يجب ان تحترمها هونا هذه النقاط اخواني اخواتي لكني اول شي النقطه الاولى في هذه النقطه اخواتي The customer انا انصحه اخوانيellك اخواتي ان تنطيقaled جدا وان تعتني بال về في الخاص بك اخواتي customer and service هنا يجب ان رعي جدا ان تجيب قارا أن تهتمه بالكيد الش quarterback يعني متجاوب بالتأكيد تكون لا ليس شيئ مما było الشخص تقوم بتبديله ايضا لما تكون تتعامل مع الكاستامري تتعامل معها بشكل جيد ايضا الخطة الثانية لاو روتن رات وايضا لاو ديفيكت رات هنا احيانا قد يرتفي تلاحظ ما هذا البردكت خلال انت تحميله من امازور او علي اكسباز او غير ذلك تنتبه هل رفع الثمن او الثمن خفاظه لتقوم انت بعمليات تبديل الثمن اخواني اخواتي لان الثمن هو يعني يعني قد تخسر انت مثلا لما تقوم بالوضع قد تكون ذلك خسارة وهذا هو المشكل اخواني اخواتي ايضا الخطة مثلا هنا النصح الرابعة يعني يجب في هذه الخطة اخواتي الخطة يعني هنا من خلال تنافسية يعني الاسعار التنافسية حاول ان تنتبه يعني الاسعار الاقل ضرر لك اخواني اخواتي لان هناك منتج قد يسوي ثلاث دولار وقت ان تنتبه وربما قد توجي المشكل في تنافسي في السعر هنا اخواني اخواتي وهنا فريست يعني فريست هنا حاول اخواني اخواتي ان تكون يعني في الشحن سريع جدا وهذه يعني الميزة يعني قد يغفل على الكل يعني لما تقوم ان تشحن البروتكت يعني في ثلاثة ايام يومين واحد يوم يعني او في ساعة يعني فلانية او في الوقت فلان فلاني يعني هنا سيكون لديك يعني ميزة اخرى تلعب عليها في الدروب شبينك وايضا تحافظ على يعني الخدمة الخاصة بك يكون جيدة ايضا الخدمة الخاصة بك تكون جيدة اخواني اخواتي يعني يجب ان تراعي هذه النقاط يعني اول شي كما قلنا لكم كالسامر وايضا السيرفرس يكون لديك جيدة والكالسامر ايضا تهتم به اخواني اخواتي لكي تحافظ على مصارك في الاي باي اخواني اخواتي او في الدروب شبينك بسافة عامة ايضا لنحيط يجب ان تلاحظ المنتج الخاص بك هل مثلا اذا كنت تجلب المنتج من الامازون او غير او 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 غير ذلك من المواقع يعني هل تم ارتفع او انخفض يعني هذه الاشياء يجب ان تراقيه باعة بشكل جيد اخواني اخواتي وايضا كما قلت لكم يعني هناك العروض التنافسية او يعني التنافس يعني في الخلال تراقب المنافسي لك ابل حرارة المنافسي لك اخواني اخواتي هل هم يعني لديهم نفس تم الخاص بك او مثلا البروتاكما تنتبعون ثلاث دولار او عشرون دولار وهم يبعون ثلاث دولار وهنا تقع في التنافسية من خلال البروتاكت وهذه يجعل ابطبط الحال الاشخاص يعني زبائن تذهب مثلا البروتاكت الاقل ولا تذهب الى البروتاكت يعني الخاص بك انت وايضا كما قلت لكم الشحن يكون شحن سريع ايضا هناك اشياء اخرى اخواني اخواتي يجب ان تطرق اليها وهذه النقاط هي مهمة جدا اخواني اخواتي ايو شي انا قمت بوضعه لكم يعني هنا يعني قد تساهم بشكل كبير في نجاحك لدروبشيبك لدينا مثلا المرحلة الرابعة وهذه المرحلة اخواني اخواتي تتسم بمنتج المربح هنا يجب ان تراقب منافسيك يعني لما تقوم بالذهب الى يعني ستور اخر او مثلا دروبشيبر مثلا اخر او مثلا مكان اخر خاص مثلا بالبروتاكت تأخذ فكرة عن البروتاكت الذي سيكون ناجح مثلا لدينا بروتاكت تنافسية كبير جدا انت لا تستطيع ان تغوص في هذه التنفسية لانهم التنفسية السبق منكم ايضا لديهم يعني بروتاكت جيد يجب ان تراقب هاته الاشياء الصغيرة اخواني اخواتي يعني تذهب الى كل استور الذي مثلا تذهب الى امازون بان كود والمارس الى غير ذلك اخواني اخواتي من المنتجات ثم تراقب هنا الاسعار اخواني اخواتي لكل يعني كل منتج وايضا تلاحي مثلا الدروبشيبر الذين يعملون في كل استور اخواتي وهذا يعني سيفيدك بشكل كبير جدا يعني بشكل او ملاحظة صغيرة يعني تذهب الى المنتجات تلاحظ هل المنتج يعني جيد هل الذي مبيعت يومية هل يعني مهل المبيعته في الشهر الى غير ذلك اخواني اخواتي ايضا هنا 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 الابي و ايضا الفلاكو usa هذا والمواضل اخواني اخواتي والتي يقع فيها الجميع هنا اخواني اخواتي مثلا لما تذهب الى ايباي تجد مثلا الاشخاص يعانون مشكلة من الخضر او من المشكلة التول تستعميل مثلا الابي هنا تلقع في الالفلاكواد اخواني اخواتي او في حضر حسابك ويعني تضر حسابك كأنه ستور يعني دون مشاهدات أو غير ذلك لهذا أنصحه مثلا لذين Dropix مثلا Dropix هذه الأداة تساعدك بالشكل كبير جدا إخواني أخواتي وسأترك رابطها يعني أسفل هذا الفيديو لكي تشاهده يعني فيديو حول Dropix أو تجد رابط مباشر حول Dropix ما هي Dropix يعني أداة أو موقع قد يجعلك إخواني أخواتي يعني تقوم مثلا بتحميل يعني بتحميل المنتجات من Dropix إلى مثلا إلى حسابك الإبي إخواني أخواتي Dropix إخواني أخواتي وهو هذا الموقع يمكن أن تعتمد عليه إخواني أخواتي كما ترى هنا يعني لا يعتمد مثلا على الابي كما ترى هنا نوع ابي يمكن من خلال Dropix أن تقوم برفع أي منتج فقط بكليك واحد يمكنك ترفع أي منتج سواء من علي إكس بريس أو مثلا من الأمازون أو غير ذلك إخواني أخواتي يعني من خلال هذا الموقع يمكن تعتمد عليه في تحميل المنتجات بشكل جيد دون مشاكل لهذا يعني دون مشاكل إخواني أخواتي والتي بعض المميزات رائعة مثلا كانت تحميل فيديو تبحث عن المنتجات التي مبعاث أكبر سواء اليومية أو مثلا الشهرية إلى غير ذلك إخواني أخواتي أيضا لدينا مثلا هنا أيضا لدينا بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تعتمد عليها هنا هنا هذا المكان يعني هذا المكان أيضا من الخطط التي يجب أن تعتمد عليها وأن تلاحظها في هذه المرحلة مرحلة السادسة حسنا بعد النصح إخواني أخواتي من خلال يعني أضرب شبك من علي إكس بريس أن أنصحه بشدة هنا إخواني أخواتي يجب أن تتعمل على في الشحن الإباكت تعتمد على الإباكت لإباكت إخواني أخواتي تكون جيدة وأيضا تحافظ على يعني المصداقية الشحن الخاص بك أو غير ذلك إخواني أخواتي يعني لما تستعمل إباكت في على الإكس بريس هنا يعني تسهل عليها جدا في يعني في معرفة الثمن التي يمكن أن تشحن به أو يعني غالبا تكون لما يكون في المنتج إباكت يكون لديك يعني عامل جيد إخواني أخواتي تذهب إلى على إكس بريس ثم تبحث عن برضك التي المكتوبة عليها إباكت هناك العديد من التور يمكن أن تعتمد عليها إخواني أخواتي التي يمكن أن توضح لك هل هذا المنتج إباكت أو غير ذلك إخواني أخواتي يعني أن أنصحوا للكليون هم يفضلنا يعني من خلال الإباكت وهنا أغلب 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 الزبنة يحبونه يعني المنتج يكونه إباكت إخواني أخواتي أيضا في الخطة يعني في النصائح الأخرى التي يمكن أن تعتمد عليها مثلا في الدروب شيبنج إخواني أخواتي الآن إخواني أخواتي كيف سأجد مثلا هنا مثلا هنا مثلا كيف أجد مثلا المنتج الجيد أو غود نيش إخواني أخواتي أو المنتج الذي يمكن أن أعتمد عليه هنا ستتبع مجموعة من خطوات الذين مثلا خطوة يعني الجيدة وأيضا كيف تتفادى يعني النشات التي ليست جيدة وهنا هذه المرحلة أو فصلها لكم إخواني أخواتي مرحة بمرحلة هنا مثلا هنا البروداكت مثلا ذات هاف مثلا إيلود في الشن وهنا مثلا هذا المنتج يعني تقارن بين المنتج والمنتج الأخر مثلا يكون مثلا هذا المنتج مثلا ميكروفون وقد نجد ميكروفون آخر ولكن فقط يختلفين في الشكل ولكن هنا قد نأخذ في الشكل ولكن في الصوت وغير ذلك هما نفس الجودة إخواني أخواتي هنا سونا رائعي يعني الشكل البروداكت هل البروداكت يعني جيد إلى غير ذلك إخواني أخواتي مثلا البروداكت الأول قد مثلا الثمن هو مرتفئ جدا ثم واحد مثلا الثمن هي البروداكت الثاني وهو نفس البروداكت الآخر ثم هنا نستفادئ بعض الأشياء أخرى مثلا هنا البروداكت الثاني وهنا البروداكت الثاني وهنا نشاهد البروداكت التي ليست لها مبيعات يعني ماذا سأقول لكم مبيعات ليست بشكل كبير جدا هذا ما أقول لكم في الأول يعني تذهب إلى البروداكت يعني يكون لديه متوسط في المبيعات هنا ستدخل أنت في المنافسة وتتدرك بأنك تدخل في المنافسة في بدايتها إذا ارتفع الثمن المنتج الثمن يعني تطلب بشكل كبير جدا يعني هو مثلا البروداكت مثلا شخص الذي كمان سأقول لكم وليشد مثلا البروداكت بالشكل جيد يعني لا يسمح مثلا وليست مثلا منافسين قد يصلون أي ذلك الثمن الذي مثلا مثلا البروداكت بواحد دولار ونجد بعض الأشخاص يبعون مثلا بثلاث دولار أو مثلا أربعة دولار وأنت فاقتت بيعوا بواحد دولار هنا صعب جدا أن تدخل في المنافسة إخواني أخواتي أما في المرحلة الثالثة وهذه المرحلة إخواني أخواتي لن يقول لك أي شخص يعني في هذا المرحلة ما هي المميز فيها المميز فيها إخواني أخواتي لأن هنا كما قلت لكم يعني هنا تذهب مثلا إذا كنت تستعمل إي باي تبحث مثلا عن الألمان هنا مثلا أشخاص الألمانيين هم يحبون الشرق بشكل كبير جدا وهنا يجب أن تستهدف إخواني أخواتي الأشخاص الألمانيين وهذه لن يقول لك أي شخص لأن الألمان معهم كما قلت لكم أبي أو الشرق ولا أيضا تذهب إلى البرودكت مثلا هنا البرودكت مثلا إلى مبيعات يومية تلاحظ مثلا هذا البرودكت جيد أو غير جيد أو مثلا عدل المبيعات اليومية إلى غير ذلك لتخرج بخلاصة هذا البرودكت يعمل بشكل جيد أو لا يعمل إخواني أخواتي أيضا لدينا الخطة هنا الخطة الرابعة الخطة الرابعة أخواني أخواتي مثلا هنا مثلا تذهب إلى البرودكت ثلاث كاستمر داو نوت كار مثلا كار ويز براند ذي آر بينغ هنا إخواني أخواتي يجب أن تذهب إلى المنتجات التي ليس عليها مثلا حقوق مثلا مثلا سامسونج أو غير ذلك هذه عليها حقوق يعني أن تذهب إلى المنتجات ليس عليها حقوق إخواني أخواتي تتفادى أي برودكت إخواني أخواتي ليس عليها حقوق لكي يعني تلاحظه أو هل مثلا هذا البرودكت جيد أو غير ذلك لكي تتفادى مشاكل يعني مع الإيباي أو غير ذلك إخواني أخواتي كلما يعني شهدت مثلا الكاستمر مثلا الذي يعني لا يهتم مثلا بالشعارات أو غير ذلك هذا سيكون جيد لك إخواني أخواتي يعني تذهب مثلا إلى المنتج التي ليس عليها الشعار لكي يستفادى المشاكل إخواني أخواتي هنا بالديتش هذه الأشياء يعني يجب أن تبتعد عنها بشكل كبير إخواني أخواتي إن ابتعدت عن هذه الأشياء أكيد أسطور خاص بك سينجح بشكل كبير أول شيء وهو مثلا الول شيء في هذا المكان مثلا المنتجات مثلا المنتجات يعني الزجاجية يجب أن تبتعد عنها إخواني أخواتي فيها بكبير كثير كثير من المشاكل لأن كل مثلا منتج عبارة عن زجاج قد ينكسر وقد تقع مشاكل مع يعني مثلا الزبون الخاص بك إخواني أخواتي أيضا في النصحة الثانية إخواني أخواتي هنا يعني أخواني أخواتي تراعي مثلا هامش برافيت مثلا مارينجين أو سمايل برافيت يعني مارينجين هو مش تريح ضئيلة قد تبيع مثلا أن تموتج مثلا بسفة فصيلة مثلا إثناث عشتر أو غير ذلك هنا ديك لن يكون لديك ربح جيد وأيضا مثلا 3 دولار أو غير ذلك لن يكون لديك ربح جيد إخواني أخواتي اعملوا مثلا على رباح تكون يعني متوسطة لا تكون مثلا قليلة أو لا تكون كثيرة بطبيعة الحال لحسب مثلا المنافسة إلى غير ذلك حاول أن تكون أنت بين الواثط إخواني اخواتي لاندهي يكون لديك الفيس بين Spirit سبعنىى وبنية بين إي باي أخواني أخواتي وأيضا سيكون لك مارينجين برافيت ضئيل إخواني أخواتي لهذا حاول أن تكون لديك برافيت فإثنان برافيت جيد يعني متوسطة لا يكون مثلا بكثير وأيضا بنقacjęق بالقليل approximate هنا مثلا كثرة يعني كثرة تجاوب مع الكثرة Alien category necessary كلمة كلمة كلمتين ثم بعد ذلك تتجاوز مثلا كثرة الكلام مع الكاستمر يعني نقطة نقطتين يعني انتهى هنا مثلا إما ستتسرجع لأمواله أو تقوم مثلا بما سأقول لكم تقوم مثلا بحل المشكل مع الكاستمر الخاص بك إخواني أخواتي هذا سيكون جيد لك لا يتقع في مشاكل من خلال إي بي هنا بك أن هيف يعني هيفي برودكتس تتحدث عن المنتجات الكبيرة والثقيلة إخواني أخواتي هذه يعني سيكون لذلك يعني من حيث الشحن أو غير ذلك سيكون لذلك مشاكل إلى غير ذلك إخواني أخواتي وأيضا حتى الثامن لن يكون لذلك ربح جيد وهذا لن يساعدك إخواني أخواتي حسن أيضا النصيحة التامنة وهذه النصيحة إخواني أخواتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار يعني هناك تعتمد مثلا علي تريد مثلا سيبلاير هناك سيبلاير ذي مثلا فلن تعتمد على دروبشيپنج عمال أمازون بانغود يوكي فاي مهم كاستر وايش كاستر وايد شينا فيزيون هذه يعني أهم يعني ما ساقول لكم أهم سيبلاير الذين يمكن أن تعتمد عليهم لا تعتمد فقط علي الايليكس بريس أو على أمازون أو مثلا على مستر والبانغود هناك يعني مواقع أخرى يمكن أن تعتمد عليها في عمل الدروبشيپنج أخواني أخواتي حسابك ايباي او او مواقعك او غير ذلك واذا لما تقوم بتنويع يعني المنتجات وتبحث مثلا على المنتجات في كل مواقع سيكون لديك مثلا رؤية عامة حول كل مواقع اخواني اخواتي هذه النصيحة انصحكم بها اخوان لا تعتمد فقط على موقع واحد حاول تعتمد على مواقع متنوعة وربما قد تنجح في برودكت قادلين ينجح لك من ايكس برودكت من بانغوب وهنا ستلاحظ مثلا الموقع الذي قد يناسبك وتعتمد عليه لماذا لا تعتمد على الكل اما افضل ان تعتمد على كل اخواني اخواتي يعني هذا سيكون لك يعني جيد وايضا سيكون لديك رؤية شاملة حول المنتجات اخواني اخواتي اذا النصيحة الاخرى اخواني اخواتي وايضا النصيحة التاسعة هنا كما قلت لكم dropshipping is the real business العامة مثلا في dropshipping وهو امل يوم وهو يعني لديه ربح جيد كما قلت لكم فالتجارة او dropshipping لربح يعني جيد ولكن اخواني اخواتي هيتك رانيك ان بيزنس ريكوير ماتلان دي افار او افار اخواني اخواتي يعني كل بيزنس الذي هي ماتلان يعني مرحي يومية او مثلا قد اعمل يوم وغادر قد لا تعمل وهذا شيء يعني منبوذ يعني يجب ان تقوم بالعمل بشكل يومي فdropshipping او مثلا البزنس الخاص بك يجب ان تهتمي به يوميا يومي تراقبه يومي تراقب برودكت يعني تشهد هل برودكت جيد او غير جيد او مثلا مثل اسعار الخاصة مثلا في كل بلاتفورم مثلا ارمازون وعلي اكس بريس مثلا اذا غير ذلك هذه المواقع اخواني اخواتي او المنتجة التي تتجلب من هذه المواقع يجب ان تلاحظ الاسعار الخاصة بها او هل ارتفعت تقوم بتغيير الثمن او غير ذلك اخواني اخواتي يعني البزنس فور مثلا dropshipping هو البيزنس الحقيقه الان يجب ان تعتمد عليه فالتجارة الالكترونية بتفاعل ما كما قدت لكم بانها جيدة اخواني اخواتي في مدخولك اليومي حسن لدينا مثلا الخطة العاشرة وهذه الخطة يعني ما ساقول لكم يعني خطة ما ساقول لكم يعني جيدة او متابعة للخطات الاخرى التي يمكن يعني ان تعتمد عليها حسن هنا اخواني اخواتي مثلا 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 هنا اخواني اخواتي الصور يجب ان تكون جيدة يعني الصور يجب ان تكون صور دو جودة عالية لا تضع مثلا صور ضبابية او غير ذلك قد تفقد مثلا عملي اكام بشكل 100% لما يشاهدون مثلا صور دو جودة عالية وايضا مواصفة الصور تكون واضحة الى غير ذلك ايضا د There is a description وايضا مواصد ايضا ما سيلس ايضا علىこちら SALER يعني هنا يجب ان تتصنع الدربش يعني description تكون جيدة الناس جايزون يكونون جيدين هنا la professional seller يعني ان تكون gwورت عملي في Lam dise اكيد ستتاثيل ذلك المبيعات يومية او مثلا شهرية او اسبوعية او غير ذلك يعني لما تدخل الإيماج أكيد ستنافس يعني هنا ستدخل في المنافسة حقيقية يعني الصور لديك جميلة جدا أيضا لديك مثلا واضحة فيها كل شيء أكيد ستتكلم بعض وأنت لا تدري مثلا صور ضبابية أو غير ذلك مثلا الزابور قد لا يرى صور جيدة قد يمر قد تثيله بعض الصور جيدة قد يدخل مثلا البروترك رغم أن الثامن قد يكون مختلف بعض الأحيان إخواني إخوتي ومثلا يجب أن تعتمد هنا يجب ان تعتمد على بروكسي يكون واضح اخواني اخواتي وايضا حثر بايبر يجب ان تعتمد على نفس الدول التي اعتمد عليها في الاي باي اخواني اخواتي وفي الاخر هنا قبل ذلك هناك اخواني اخواتي اخواتي اتمنى ان هذه نصح كانت لديك جيدة اتمنى ان تذهب الى اعجابكم